بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الأول الأساسي مدرسة البيت العتيق الأسلامية نرحب بكم أجمل ترحيب نرجو أن تكونوا بصحة وعافية نستكمل معكم شرح دروس مادة العلوم للصف الأول الأساسي وحدة الأرض والشمس ونستكمل حديثنا عن الفصول الأربعة مراجعة سريعة للدروس السابقة قلنا الفصول الأربعة هي الشتاء الشتاء الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف الشتاء الربيع الصيف الخريف قلنا درسنا فصل الشتاء قلنا الشتاء يأتي بعد الخريف الشتاء يأتي بعد الخريف وقبل الربيع وقلنا في الشتاء تظهر الغيوم تظهر الغيوم تسقط الأمطار والثلوج الجو بارد جدا نلبس ملابس صوفية في الشتاء تظهر الغيوم إذن قلنا تظهر الغيوم الجو بارد جدا نلبس ملابس صوفية وتسقط الأمطار والثلوج درسنا الفصل الذي يلي وهو فصل الربيع ففي فصل الربيع الذي يأتي بعد الشتاء البارد جدا وقبل الصيف الحار جدا فهو معتدل إذن الربيع معتدل وسط بين الشتاء البارد جدا والصيف الحار جدا حيث أنه في الربيع نقول الجو معتدل لطيف معتدل لطيف يعني ليس بالحار ولا بالبارد فهو وسط معتدل لطيف تتفتح الأزهار كما نرى في الصورة أيضا في فصل الربيع إذن نقول فصل الجمال والأزهار لأن الطبيعة تكون في أجمل صورة الأرض بصات أخضر الطيور مغردة تبني أعشاشها الأزهار بألوانها المختلفة والمتنوعة تكثر الرحلات في الربيع نقول أن الفصل الأخرى لا يوجد بها رحلات وإنما الرحلات تكون أكثر ما يكون في فصل الربيع اليوم إن شاء الله درسنا رح يكون عن فصل الصيف فنتحدث نركز هنا على فصل الصيف وإذن الصيف يأتي نعود للترتيب شتاء ربيع وتم دراستهم واليوم الفصل الثالث وهو فصل الصيف الذي يأتي بعد الربيع المعتدل ونعتبر وقبل الخريف المعتدل فيكون الصيف عكس الشتاء ففصل الصيف يأتي بعد الربيع بعد الربيع المعتدل وقبل الخريف الذي نقول نوعا ما معتدل في الحرارة حرارة الربيع والخريف معتدلة لكن الشتاء حرارته منخفضة جدا الصيف نقول الجو حار جدا ترتفع الحرارة ترتفع حرارة الشمس بشكل كبير ففي الصيف الجو حار جدا الجو حار جدا في الصيف الجو حار جدا وأيضا هذه الحرارة حرارة الشمس تؤدي إلى نضج الثمار الأزهار التي تنمو في الرأة تفتح وتنمو في الربيع في الصيف الثمار التي تنمو في الربيع تنضج وتصبح تصبح صالحة للاستهلاك وللأكل في الصيف مثلا البطيخ في الصيف الكراز التفاح اللوز الخضراء كلها فإذا في الصيف الجو حار جدا تنضج الثمار تنضج الثمار الجو حار جدا تنضج الثمار وفي الصيف طبعا أكثر رياضة نمارسها في الصيف السباحة وذلك لحرارة الجو لنقلل من الحرارة التي نشعر بها فنمارس أكثر شيء نمارس الرياضات الأخرى لكن أكثر رياضة نمارسها بكثرة وتقريبا يوميا اللي هي رياضة السباحة فإذا الصيف الجو حار جدا وتنضج الثمار ونمارس رياضة السباحة إذن هذه صورة موضحة لفصل الصيف بشكل أوضح إذن نلاحظ الصيف الجو حار جدا الشمس ساطعة تكون الشمس ساطعة ولذلك الجو حار جدا الشمس ساطعة الجو حار جدا تنضج الثمار وتصبح ثمار الخضار الفواكب يعني نستطيع أن نتناولها خصوصا الفواكب مثل البطيخ الخوخ الكرز المشمش الدراق هذه الفواكب لا نتناولها إلا في الصيف لأنها تنضج وتكثر في فصل الصيف ونمارس رياضة السباحة كما ترون في الصورة إذن أعيد فصل الصيف يأتي بعد الربيع وقبل الخريف مظاهر فصل الصيف الجو حار جدا لأن الشمس تكون ساطعة تنضج الثمار ونمارس رياضة السباحة بإذن الله سنأتي الآن على كتابة ملخص درسنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر